في حين تخنق الأزمة الاقتصادية البلد ويعيش أكثر من سبعة ملايين يمني على حفة المجاعة تستمر الميليشيا في تشديد خناقها على حياة اليمنيين في المناطق التي لا تزال تسيطر عليها توقفت جميع الخدمات في تلك المناطق ويعيش مئات الآلاف من الموظفين بدون رواتب منذ قرابة خمسة أشهر فيما لم تتوقف الميليشيا عن تحصيل وجباية الأموال ثم لا يعود منها شيء لمستحقها مصدر حكومي كشف أن ميليشيا الحوثي والمخلوع قامت بتحصيل قرابة ستمائة مليار ريال إضافة إلى أكثر من أربعمائة مليار ريال إرادات ضرائب النفط فقط خلال العام الماضي دون أن تنفق ريالا واحدا على الخدمات والرعاية الصحية في المناطق الخاضعة لسيطراتها المسؤول الحكومي أشار لأن سلطة الميليشيا تواصل جباية الأموال الطائلة تحت مسميات مختلفة ولا تقوم بتوريد تلك الأموال لخزينة البنك المركزي وهو الأمر الذي جعل المؤسسات الحكومية غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها وتعاهداتها المالية أمام الموظفين مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلد لتصل إلى هذه المستويات المخيفة التي تصنف المنظمات الأممية باعتبارها أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم أكثر من 18 مليون يمني يحتاجون للمساعدة فيما تذهب كل هذه الأموال لتمويل حرب الميليشيا تحت بند ما يسمى المجهود الحربي وإلى جيوب مسؤولي وقيادات الميليشيا الذين تنموا مشاريعهم وتتوسع منذ عامين على حساب أوجاع اليمنيين وحاجتهم